بحضور الاستاذ الدكتور حميد مجون النعيمي مدير جامعة الشارقة نظمت كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة لقاء إرشاديا افتراضيا لطلبة الكلية الجدد والملتحقين ببرامج الدراسات العليا في مرحلتي الدكتورة والماجستير والماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال وأكد مدير الجامعة بأن الجامعة تولي البحث العلمي أهمية قصوى حيث أصبحت الآن واحدة من الجامعات الأولى على مستوى الدولة والأولى في برامج الاستدامة ووفق العديد من التصنيفات الدولية وأشار إلى أن الجامعة تتهدف وفق استراتيجياتها الحالية وبدعم وتوجيهات من رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة أن تصبح من أولى الجامعات البحثية في المنطقة